في مقابلة صحفية أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقالة صديق الكبير أن منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي لن يتم صرفها في الوقت الحالي متحججا بعدم اكتمال منظومة الرقم الوطني والتزوير الحاصل فيها الصديق الكبير أكد أنه لا يعرف حجم التزوير الحاصل تصريحات صديق الكبير تناقض وعوده التي أطلقها بصرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي التي وعد بها سابقا حيث ينتظر أرباب الأسر مبلغ خمسمائة دولار متأخرة من العام 2018 إضافة إلى ألف دولار أخرى عن السنة الحالية ما تعرف هنا بشكلية لأننا بخمسمائة دولار مربوطة بالتزييف يصاير في منظومة الرقم الوطن إلى حد الآن ما نعرفوش حجم التزييف في اليسار عمقه كم وبالتالي نحن نكتم من خمسمائة دينار أنه يكون لدينا قاعدة بينات سليمة نحن نتعرف بقاعدة ببنية عليها جوالس السفر بقاعدة خصية كل معاملة لدينا وهذه هي نشانة يضرب بالأمر القومي وتأتي تصريحات الصديق الكبير لتؤكد فشل إصلاحات حكومة الصخيرات والمصرف المركزي في طرابلس في ظل صرف الأموال الطائلة على قادة الميليشيات فهو لا يتردد مع مجموعته التي نصبتها جماعة الإخوان الإرهابية في صرف الاعتمادات لقادة الميليشيات في طرابلس وغيرها وأصحاب النفوذ من التجار الفاسدين الذين ملأوا موانئنا بالحاويات الفارغة أو حاويات الحجارة في أحسن الأحوال الصديق الكبير لا يعلم حجم التزوير الحاصل في الأرقام الوطنية لكنه يعلم كيف يوقع على صرف أموال طائلة من النقد الأجنبي لأصحاب الشركات الوهمية وما في التزوير التي تدعي أنها شركات استيراد كبيرة لتحصل على النقد الأجنبي ليتم بيعه خارج البلاد الصديق الكبير لا يعلم بمعاناة المواطن الذي ينتظر حصة من النقد الأجنبي ليفك بها ضائقته المالية ووقوفه أمام المصارف لساعات طوال من أجل الحصول على دراهم معدودة الصديق الكبير لا يعلم حجم التزوير لكنه يعلم أن النفط يباع بمليارات الدولارات لتملأ خزائن المركزي دون أن يستفيد منها المواطن الذي يعاني كل يوم ترجمة نانسي قنقر